السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم في فيديو جديد نهاردة ان شاء الله نشتغل مع بعض وحدة مفرش جميلة جدا جدا وبسيطة طبعا بنقدر نشتغل كزا واحدة زي ما احنا عايزين لحد ما نوصل لمقاس المفرش اللي احنا عايزينه انا هستخدم خط رفيع ده خط طبعا يستحب في المفارش يبقى الشغل بالخط رفيع وابرة مقاس صغير في لماع بسيطة الفتلة بتاعته رفيع اهي الفتلة بتاعته هستخدم معا ابرة رقم زيرو عايز اقول لكم طبعا ان احنا هنشتغل واحدة من المفرش واحدة كاملة على بعضها وطبعا هي دي هتبقى الواحدة الكاملة وبعد كده بنشتغل على اساسها بقية الوحدات فانا دلوقتي هشتغل معاكو واحدة كاملة من المفرش ببتدي في الاول اعمل الدايرة السحرية بدخل بالابرة جوا الدايرة السحرية بالشكل ده وبشتغل سلسلة واحدة وببتدي اشتغل غرز حشو جوا الدايرة دي انا هنا بشتغل تلاتاشر غرزة حشو اهو الشكل ده اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وهكمل غرز الحشو لحد ما وصل تلاتاشر جوا الدايرة السحرية خلاص خلصت تلاتاشر غرزة حشو جوا الدايرة السحرية وده الشكل عندنا الغرز واضحة بروح على طول اشد الخيط بتاع الدايرة السحرية على اول غرزة اول غرزة من التلاتاشر بدخل تحت حرف الفي وبقفل بغرزة منزلقة ياخد الخيط واطلع من الحلقة التانية وبكده نبدأ الشغل في الواحدة طبعا نتأكد من عدد الغرز اللي عندنا تلاتاشر غرزة حشو وعلى اساسها على طول نبدأ برتفع اشد بس الخيط بتاع الدايرة السحرية كويس علشان نقفل الدايرة وعلى طول في البداية برتفع باربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة اربع سلاسل دول ارتفاع العمود بلفتين وهعتبرهم عمود بلفتين انا كده خلاص اشتغلت في النفس الغرزة دي من نفس المكان اللي ارتفعت منه خلاص هروح على الغرزة اللي بعده وباشتغل عمود بلفتين اهي واضحة الغرزة اللي بعده على طول مش بنفوت اي غرز من التلاتاشر ناخد الخيط واطلع من لفتين وكمان لفتين وكمان لفتين أنا كده خلاص اشتغلت عمود بلفتين ونروح لطول على الغرزة اللي بعدها أشتغل عمود بلفتين نخلي مرنى من الخطوة دي في نفس الغرزة بكمل وبشتغل كمان عمود بلفتين عمود بلفتين في نفس الغرزة ارتفعنا أربع سلاسل واشتغلنا في الغرزة اللي بعدها عمود واحد بلفتين والغرزة اللي بعدها اتنين عمود بلفتين في نفس الغرزة كده احنا اشتغلنا أربع عمودة بلفتين اهو بالشكل ده نكمل شغل نروح على طول على الغرزة اللي بعدها اللي هي دي ونشتغل عمود بلفتين وفي نفس مكان الغرزة شايفين نفس المكان اللي اشتغلنا فيه الغرزة دي بدخل تاني وباشتغل عمود بلفتين كده يبقى احنا اشتغلنا ستة أعمودة بلفتين متتالين باشتغل خمس سلاسل فاصل خمس سلاسل زي ما اتفقنا مش بنفود أي غرز من الثلاثتاشر بدخل على طول على الغرزة اللي بعدها شايفين على طول على الغرزة اللي بعدها اللي هي دي بحاول اوضح الخطوات عشان اللون فاتح وباشتغل عمود بلفتين وفي نفس المكان باشتغل كمان عمود بلفتين انا محتاجة اشتغل ستة عمودة بلفتين هروح على الغرزة اللي بعدها على طول واشتغل كمان اتنين عمود بلفتين قادية والعمود والعمود التاني في نفس الغرزة اشتغلنا كده أربع أعمدة فاضلي اشتغل في الغرزة اللي بعدهم على طول اشتغل كمان اتنين عمود بلفتين في نفس الغرزة بدخل وباشتغل عمود بلفتين وكمان عمود بلفتين في نفس الغرزة وبكده أبقى كملتهم ستة عمدة بلفتين متتالين مش بنفوت غرز بنشتغل في كل غرزة اتنين عمود بلفتين بنرجع نرتفع خمس سلاسل للفاصل ونكمل شغل تكرار على طول بنروح على الغرزة اللي بعدها ونكرر بنشتغل اتنين عمود بلفتين العمود الأول ودي العمود الثاني في نفس الغرزة اهي نفس الغرزة بدخل وبشتغل كمان عمود بلفه وبكمل على طول بروح على الغرزة اللي بعدها وكرر اتنين عمود بلفتين في نفس الغرزة اهو بالشكل ده وبكمل بنفس الطريقة اهم حاجة نخلي بالنا مقس الابرة يبقى مقاس صغير علشان الغرزة بتاعتنا تبقى مجدودة علشان في النهاية المفرش يبقى متماسك اهو بالشكل ده اشتغلت خلاص الستة اعمدة انا كده اشتغلت تلات مجموعات من الستة اعمدة فضل لي مجموعة واحدة بس ده بيبقى الشكل عندنا وخلاص وبقى فلت الدور وما ننساش طبعا اللي الخمس سلاسل الفاصل واما حاجة عشان نتأكد ان احنا مشين صح يدبقى عندي في النهاية تلات سلاسل بس او شايفين واحد اتنين تلاتة السلسلة اللي بعدهم على طول هي اللي ارتفعت منها اول اربع سلاسل وطبعا بكمل شغل بنفس الطريقة بدخل على طول على اول سلسلة قابلني وبشتغل اتنين عمود بلفتين في نفس السلسلة او في نفس غرزة الحشو وبكمل بنفس الطريقة لحد ما بخلص المجموعة الرابعة خلاص انتهيت من المجموعة الرابعة ما ننساش احنا عندنا اربع فواصل يعني لست كمان هنشتغل خمس سلاسل فاصل او الشكل ده ونقفل خلاص الدور بتاعنا في اول اربع سلاسل اللي ارتفعنا بيهم في السلسلة الرابعة بنعد للسلسلة الرابعة وندخل على طول ونقفل بورزة منزلقة وكده قفلنا الدور ونبدأ على طول نشتغل الدور التاني بنرتفع اربع سلاسل خلاص ان اعتبرتهم عمود فوق الاربع سلاسل اللي تحتهم بلف لفتين على الابرة وبروح على طول على العمود اللي بعده اشتغل عمود غير مكتمل يعني بطلع من لفتين وكمان لفتين وبس انا عايزة يبقى معي لفتين على الابرة كمان مرة على العمود اللي بعده بلف لفتين وبدخل اخد الخيط واطلع من لفتين وكمان لفتين وبس كده بقى معي ثلاث لفات على الابرة اكرر تاني على العمود اللي بعده اطلع من لفتين وكمان لفتين كده بقى معي اربع لفات على الابرة بروح على طول على العمود اللي بعده انا كده بشتغل على العمود الخامس باخد الخيط اطلع من لفتين وكمان لفتين وهخليه خمس لفات على الابرة طبعا لسه اشتغل في العمود الاخير ده بطلع من الخمس لفات مرة واحدة او بالشكل ده لسه هرجع له طبعا بارتفع خمس سلاسل وبروح على اخر عمودين من الخمس اللي انا اشتغلتهم طبعا انا مجمعها الاعمدة هروح على اخر عمودين عند اخر لفتين خيط في العمودين مكان ما انتهيت من العمودين دول بدخل تحت لفتين الخيط دول وبشتغل جرزة منزلقة او بطلع من كل اللفات اللي عندي انا اللي عايزاه هنا ان انا بكون الفراغ الصغير ده مكون من خمس سلاسل برجع اقفل بقى العمود اللي فاضل من الاعمدة الستة اربع سلاسل وبروح على طول اقفل فوق العمود ده بدخل تحت حرف الفي وبقفل بغرزة منزلقة كده انا اشتغلت على الستة اعمدة بلفتين اللي كانوا عندي ده الشكل عندنا بروح على الفاصل وبشتغل غرز حشو واحد اتنين تلاتة وبعدهم على طول تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وكمان تلات غرز حشو كل ده في نفس الفاصل اللي كان خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة كده عايزين نتنقل تحت اول عمود من الاعمدة الستة عشان نشتغل فيه ما نتلحبطش في الخطوة دي هادي ستة اعمدة بخلي بالي تحت اول عمود بدخل بكرر الخطوات بتنقل طبعا بغرزة منزلقة وارجع تاني ارتفع اربع سلاسل تعتبرهم عمود فوق العمود اللي تحتهم واروح على طول على العمود اللي بعده لفي لفتين على الابرة وهرجع اشتغل اعمدة غير مكتملة يعني بطلع من لفتين وكمان لفتين كده بدأنا تاني معايا لفتين على الابرة بروح على العمود اللي بعده ياخد الخيط واطلع من لفتين وكمان لفتين بس بقى معايا 3 لفات بكمل بنفس الطريق لحد ما بيبقى عندي 5 لفات على الابرة كده 4 لفات كمان مرة اخيرة بطلع من لفتين وكمان لفتين كده معايا 5 لفات على الابرة وما اشتغلناش في العمود الاخير اطلع من اللفات كلها وبرتفع من هنا 5 سلاسل 1 2 3 4 5 وبقفل بمنزلقة في اخر عمودين من الخمسة تحت اخر لفتين خيط بالشكل ده بدخل وباشتغل غرزة منزلقة او بالشكل ده احنا طبعا بعد اول واحدة هنكون حفظنا الخطوات كويس بنرتفع اربع سلاسل علشان نقفل في اخر عمود ده شكل المجموعات عندنا بنروح على طول على الفراغ نقرر اللي عملناه نشتغل تلت غرز حشو واحد اتنين الغرزة الثالثة وتلت سلاسل زي ما قلت لكم الوحدة دي هنشتغلها واحدة كاملة لما بنيجي نشبك الوحدات طبعا مش بنشتغل الوحدة كاملة وكمان تلت غرز حشو والغرزة الثانية والغرزة الثالثة ونكرر نفس الخطوات اروح تحت اول عمود من الاعمدة الستة بتنقل بغرزة منزلقة وبرتفع اربع سلاسل وبنعتبرهم اول عمود خلاص اشتغلتهم فوق العمود اللي تحتهم بروح على طول تحت تاني عمود ونكرر الخطوات بتاعتنا زي ما عملت في المجموعتين اللي فاتوا بالزبط هكمل شغل خلاص خلصت شغل واشتغلت في اخر فراغ كمان اشتغلت تلاتة حشو تلاتة سلسلة تلاتة حشو شايفين الشكل جميل ازاي مربع بسيط جدا جدا وسهل طبعا لسه نشتغل كمان مربع بس مش مكتمل علشان نشبكه في المربع ده وبنروح على طول تحت اول اربع سلاسل انا ارتفعت بيهم علشان نقفل القطع بتاعتنا بنقفل طبعا بغرزة منزلقة اخد الخيط واقفل بغرزة منزلقة وسلسلة اخيرة لتأمين الخيط وخلاص بقص الخيط انا كده انتهيت من القطعة الاساسية او القطعة عندي وعلى اساسها نبدأ نشبك فيها باقي الوحدات شايفين القطعة شكلها جميلة جدا وبسيطة الخطوات بتاعتنا سهلة ومزبوطة ايدي القطعة التانية شايفين انا مش مكملة القطعة دي احنا بنشتغل لحد هنا يعني بنشتغل قطعة جديدة ايدي المجموعة الاولى اشتغلت في الفراغ تلاتة حشو تلاتة سلسلة تلاتة حشو واشتغلت المجموعة التانية من هنا بنبدأ نشبك خلاص انا جمعت الخمس اعمدة مع بعض طلعت من الخمس لفات وصلت لحد هنا لسه مشتغلتش في العمود الاخير طبعا احنا من هنا كنا بنرتفع خمس سلسل بنرتفع سلسلة اتنين ونيجي عند السلسلة التالتة نروح عند القطعة التانية القطعة الكاملة ونروح عند نفس المكان ادي نفس المجموعة وعلى طول عند الفراغ اللي هو كان خمس سلاسل بندخل نشتغل السلسلة رقم تلاتة بطلع من اللفات كلها انا كده اشتغلت السلسلة رقم تلاتة كده فضيلي سلسلتين واحد اتنين كده انا اشتغلت الخمس سلاسل بتوع الفراغ بكمل شغل عادي جدا بروح عند اخر عمودين في لفتين الخيط بدخل وبشتغل جرزة منزلقة نركز في موضوع التشبيك واروح على طول اربع سلاسل علشان هقفل في العمود السادس اللي انا كنت سبته بقفل بجرزة منزلقة بدخل تحت حرف الفي بالشكل ده كده احنا شبكنا مجموعة التشبيك عندنا بيبقى من تلات اجزاء انا شبكت من المجموعة دي فضيلي كمان جزئين بروح عند الفراغ بنشتغل طبعا تلاتة حشو واحد اتنين تلاتة باجي عند التلات سلاسل اللي كنت بشتغلهم بشتغل واحد والسلسلة التانية هتبقى هي في التشبيك اهو بروح كده على نفس الجزء اللي بعده على طول اللي هو كان فاصل وبروح عند التلات سلاسل الفاصل في الكتعة الكاملة علشان اشتغل السلسلة رقم اتنين بطلع من الجزئين بالشكل ده واشتغل السلسلة التالتة كده انا اشتغلت التلات سلاسل خلاص كده فضلي تلات غرز حشو جوه الفراغ بكملهم على طول تلات غرز حشو اهو بالشكل ده كده انا شبكت الجزء التاني فضلي جزء واحد اللي هو ده طبعا بشتغل بنفس الطريقة زي ما عملنا في القطع اللي فاتت بتنقل بغرزة منزلقة وببدأ الشغل العادي تحت اول عمود ما نتلخبطش بندخل تحت اول عمود ونرتفع الاربع سلاسل ونشتغل زي ما اشتغلنا القطع الاولى بالزبط اعمدة غير مكتملة لحد ده ما بيبقى عندي خمس لفات على الابرة بطلع من لفتين وكمان لفتين وبس بقى عندي خمس لفات على الابرة اطلع منهم كلهم ومن هنا ببدأ خطوة التشبيك شايفين احنا بنشبك منين شبكنا من المجموعة وبعد كده من الفراغ هنشبك من المجموعة التانية اللي هي دي وده الشغل اللي هيمشي في تشبيك المفرش كله مهما كان المقاس اللي انتو عايزين تشتغله او شايفين من هنا بشتغل واحد اتنين وباجي عند السلسلة التالتة طبعا الفاصل كان خمس سلاسل في السلسلة التالتة على طول بدخل وباخد الخيط وبطلع من اللفات كلها كده انا اشتغلت السلسلة التالتة اربعة خمس وبكمل شغل بنفس الطريقة ما تطلع بطوش اللفتين الخيط بتوع العمودين بيبقوا بينين بندخل تحت اللفتين وبنشتغل غرزة منزلقة وبنكمل العمود رقم ستة واحد اتنين تلاتة اربعة ونقفل على طول بغرزة منزلقة في العمود ونكمل شغل بنفس الطريقة طبعا بقية الشغل هيبقى عادي احنا كده خلاص شبكنا الواحدتين في بعض ده بيبقى شكل الواحدتين الشكل النهائي بيبقى جميل جدا جدا انا هكمل شغل دلوقتي شغل عادي مفيش خلاص تشبيك بكمل شغل زي ما اشتغلت الكتعة الاولانية هكمل بنفس الطريقة نشوف المربع وهو مكتمل يعني بروح على الفراغ وبكمل شغل ما تنسوش في الفراغ بنشتغل تلاتة حشو تلات سلاسل تلاتة حشو واهم حاجة بعد ما بنخلص عشان الفراغ ده بيبقى تمالة بنخلي بالنا ان احنا بندخل تحت اول عمود من الستة اعمدة ونكمل شغل خلاص انا كملت القطعة واشتغلت في اخر فراغ عندي وزي ما اتفقنا بنقفل بغرزة منزلقة من مكان اربع سلاسل الاولى اللي انا ارتفعت بيهم خلاص كده قفلت القطعة كده احنا شبكنا اول واحدتين لما نجي نشتغل الواحدة التالتة زي موردكم بنشتغلها واحدة غير مكتملة ونشبكها بنفس الطريقة زي ما شبكت بيها الوحدات دي احنا بنشبك من تلات اجزاء وبنكمل نشبك الوحدات كلها بالطول ونرجع على الجزء التاني نشبك بالعرض طبعا على حسب شكل المفرش اللي انتوا عايزينه مستطيل او مربع بنشبك من التلات اجزاء دول التشبيك سهل جدا جدا بس مش عايزين اي حاجة تلقبطنا بنشتغل واحدة واحدة لحد ما بنخلص الوحدات كلها وان شاء الله الشغل بيبقى سريع وسهل في المفرش ده يرب تكون الوحدة عجبتكم وحدة جميلة وبسيطة وبكده يبقى خلاص الفيديو بتاعنا والحد ما نتقابل في فيديو جديد هسيبكم في رعاية الله